زمين فاروق صلاح أجرى مع دكتور وليد المعصراوي دكتور وليد هو مشرف التطايمات في وزارة الصحة خلينا نشوف كده دكتور وليد قال إيه وفاروق كمان سأله في إيه ونرجع لحضراتكم مرة تانية من جديد أبا جد التحية بالزميل العزيز أحمد سمير طبعا برحب بيك وبرحب بالكاتب الصحف الأستاذ محمد القوسي وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعة شاشة تقناة النادي الآلي في كل مكان طبعا الدور الكبير اللي بتقوم بيه الإدارة التنفيذية للنادي الآلي النهاردة في يوم من الأيام التاريخية للنادي الآلي اليوم اللي بياش هتوافد الكثير من أعضاء النادي الآلي للمشاركة فيه العرص الديموقراطي والعرص اللي بيليه بمكانة وقيمة النادي الآلي دور وأبعاء كتير جدا بتقوم بيه الإدارة التنفيذية النهاردة بينضملي في هذه الأسناء الدكتور وليد المعصراوي مشرف التطايمات بوزارة الصحة دكتور وليب برحب حضرتك على شاشة أنا كناة الناد الأهلي دور كبير بتقوم بالإدارة التنفيذية بالتنسيق مع حضرتكم في وزارة السحة حطنا في الصورة ويعني أعرف برضو رأي حضرتك في الإجراءات الاحترازية اللي بيتم طبقها في انتخابات الأهلي اليوم الإجراءات الاحترازية إحنا بدئين للإجراءات الاحترازية وعندنا تعليمات من الرئاسة فيخامة سيد الرئيس ووزارة السحة أن احنا نقوم بالإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن الزكاية النوادي أو أي مكان. بالنسبة للتطعيمات عندنا أوامر برضو أن كل الناس تتطعم. وفرنا 3000 جرعة من جرعة جونسون عشان الناس دي كله يتطعم. طبعا بنشكر وزاة الصحة ونشكر رئيس القطاع. دكتور محمد شوقي. دكتور إيمان هارون. منطقة غرب القاهرة. دكتور عزة. كل ده كلنا قائمين على التطعيمات عشان نوفر التطعيمات لجميع المواطنين وجميع الأعضاء اللي موجودين في النادي. عايز أن يتترك للنطة الأهم والنطة التوفير 3000 جرعة جونسون للأعضاء النادي العالي. يعني كلمنا عزة الأمر وإزاي كتم التواصل من خلال أدورة التنفيذية في النادي العالي مع وزارة الصحة في عزة الأمر. بصراحة هو مش للنادي بس نادي الأهلي. يكون صرحة أكتر لجميع النوادي بنوفر لهم التطعيمات. بالنسبة لإدارة النادي الأهلي تابعت الموضوع بكل حزفيره بمعنى أن لازم التطعيمات لناس. إحنا نجيب التطعيمات لها عشان نفس التطعيم. يعني أنا بقول للناس دلوقتي روحوا الطعاموا. ما تخافوش. التطعيمات آمنة. التطعيمات فعلا موجودة في وزارة الصحة آمنة. حتى التخزين بالنسبة للتلاجات آمن. فيه إشعاعات كتير بتحصل. بس الإشعاعات دي غير صحيحة. أنا عاوز أدمن سلامة المواطن هجيب له كل الطعوم. كل الطعوم موجودة. إذا كان جونسون. إذا كان فيزر. إذا كان موديرنا. إذا كان وسينوفارم. سينوفاك. كل الطعوم موجودة. عايز برضو أخذ من رأح حضرتك. يعني من بداية أن وجود التطعيمات في الأندية وكانت مبادرة قوية جدا ومهمة جدا. النادي الأهلي طبعا واحد من الأندية اللي دابع مسبق في هذا الأمر من بداية طرح التطعيم أو الفاكسين في الأندية. بصراحة النادي الأهلي دائما سباك حتى من أيام مبادرة الرئيس بالنسبة للفيروسي والأمراض المزمنة والسامعيات. كل ده كان موجود النادي الأهلي قلبا وقالبا وحتى كمان كان مشارك معنا في الفعليات. إزاي العملية التنظيمية بالنسبة للتطعيمات. لما جاءت الكورونا لجائحة الكورونا كان برضو سباك أنه يطعم كل الأعضاء اللي موجودين في النادي. وبصراحة إحنا كنا بنحاول بقدر مستطاع لأن كانت التطعيمات بالنسبة لنا كانت برضو ما كانتش بنفس الكمية اللي موجودة. دوقات التطعيمات بقت منتشرة بقدر أوفر التطعيمات للنادي ونسبة لأعضاء كمان للنادي. دكتور وليد أخيراً أريد أن أخذ رأي حضرتك في الإقبال على انتخابات النادي الأهلي. شفت المشاهد إزاي وإحنا حد ساعات الحالية بيبدأ يتوافد أعداد كسيفة من أعضاء الجمالة العمومية في النادي. أنا عاوز أشكر التنظيم في النادي الأهلي بالنسبة رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب وكل الناس المشاركين بالعملات التنظيمية للانتخابات. وبنسبة كمان أشكر ونساش أشكر كل الفرق الطبية الفريق الطبي اللي هو بيشتغل غاية تسعة بالليل من تسعة الصومة لتسعة بالليل بكل المناطق. وأشكر بالأخص منطقة غرب القاهرة مكتب أصر النين المشارك دايماً قلباً وقالباً في العمليات اللي هي الإجراءة الاحترازية أو التطعيمات. بالنسبة على التطعيمات الشارع للأطفال أو التطعيمات كورونا. شكراً يا دكتور وليد ونتمنى طبعاً السلامة لكل أبناء مصر وربنا دائماً نحفظ مصر. أشكراك وتحية مصر. شكراً شكراً. الزميل العزيز أحمد سمير ده كان لقاءنا مع الدكتور وليد المعصراوي مشرف التطعيمات بوزارة الصحة. وطبعاً زي ما من خلاله تم تجهيز أكثر من سلاسة ألاف جورة جونسون في الأعضاء النادي الأهلي في كافة فروع النادي الأهلي. ودور مهم جداً بتقوم بي وزارة الصحة على مختلف الأندية. النهاردة أشياء طبعاً بالتنظيم النادي الأهلي واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. لزالة اليوم التاريخي واليوم الجميل والتوافض الأعضاء بيتزايد مع اقترابنا من الساعة السابعة. لا يتم من خلالها غلق باب الاقتراع أو التصويت. لكن خلال الوقت القادم هنتأكد بأن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هل هيتم مدى الوقت لمدة ساعتين لأن الأمر هيرجع رئيس اللجنة القضائية. دي كانت كل التفاصيل هنا من داخل الخيمة الانتخابية جديدة تعود الكلمة للزميل العزيز أحمد سمير طبعاً وضيف الكريم الكابتن أو الأستاذ محمد روس.